في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء باغتت إيران الكيان الصهيوني بأزيدة من 200 صاروخ باليستي في غارات استهدفت أبرز الأهداف العسكرية لهذا الكيان الغاشم انتقاماً لإغتيال إسماغيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله هجمات نفذت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش الإيراني حسب ما أكده الحرس الثوري الإيراني في بيان له متواعداً حكومة بن يمين نتنياهو بهجمات أكثر تدميراً وقوة في حالة أي رد عسكري هجمات إيرانية دفعت حكومة بن يمين نتنياهو إلى إعلان حالة تأخب قصوى إغلاق مجالها الجوي وتوجيه الرحلات إلى مطارات بديلة وسط تأكيد مسؤولين صهاينا إن هذا الهجوم ستكون له تدعية خطيرة وبأن لديهم خطط هجومية وسيتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب خاصة في ظل الدعم الأمريكي المنتظر من طرف الرئيس بايدن الذي أمر الرجيش الأمريكي بمساعدتهم في مواجهة الهجمات الإيرانية طبول الحربي قد تدق في أي لحظة في شرق أوسط يعيش على وقع توترات أمنية متزايدة خاصة في ظل تزايد الأطراف المتنازعة